يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 مباراة العالم كله تابعها اليوم تابعها منذ لحظات انتهت منذ لحظات مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في صراع اللقب اللقب الدوري الانجليزي أرسنال اللي كان بعيد بالصدارة بنقاط كثيرة عن منشستر سيتي النهاردة يتعادل في النقاط مع منشستر سيتي وإن كان أرسنال له مباراة كمة الدوري الانجليزي تشتعل بأداء رائع جدا من سيتي النهاردة أداء عملي للسيتي النهاردة وأداء تكتيكي كبير من بيب جورديولا أداء أرسنال في النحة الثانية كان أداء حلو ولكن دون فعالية كبيرة على المربع النهاردة كيفين دي براينا سجل الهدف الأول للسيتي في ديئة 24 وبعد كده بوكايوساكا تعادل لأرسنال في ديئة 42 من ضربة جزاء جندجان سجل هدف في ديئة 72 لأرسنال مش جندجان يا جماعة جريلش جريلش اللي سجل الهدف في ديئة 72 وبعد كده في ديئة 82 سجل هالند الهدف الثالث هدف تاني لجريلش وبعد كده هالند الهدف الثالث وهدف أول كان لدي براين وهدف أرسنال وحيد سجله بوكايوساكا من ضربة جزاء المباراة بالشكل عام كانت مباراة جيدة رائعة ممتازة في الدولة الإنجليزية من الحاجات الحلوة اللي تفرح اللي تبسط وانت قاعدة وتفرج عليها على فكرة بقى المباراة النهاردة كان فيها شد وجذب وكان فيها خنايات وكان فيها حوارات وكان فيها خصص في لقطة في المباراة دي كيفين دي براين بيتخانق فيها على الخط مع أرتيتا اللي هو كان المدرب المساعد بتاع بيب جورديولا في منشست سيتي النهاردة اتخانقوا في لقطة في المباراة حتى كيفين دي براين وهو خارج من ملعب الإمارات خارج يعني تغييرة راح عندي جميل أرسنال باستفزاز شديد جدا وبيغمز لهم كده ومع مين يحديفوا عليه الأزايز تمام؟ دي رية السخنة هي ودي الكورة فكينا ما قلت أقول لكم شوقت المنواشات اللي بتحصل في الملعب في أي مباراة بتحصل في كل الدنيا ده الدور الإنجليزي مش الدور الإنجليزي ده أهم فريقين في الدور الإنجليزي منشست سيتي وأرسنال كيفين دي براين واحد من أحسن لعب اللي في العالم أرتيتا واحد من المدربين الكبار جدا في العالم دلوقتي اتنين بيتخانوا مع بعض والجماهير بتزوم وبتدايب وبتحديف أزايز وكيفين دي براين بيستفز كل ده حصل تمام؟ نهاية المباراة حصل إيه بقى؟ جيفين دي براين وأرتيتا رايحين يحضروا بعض خلصت تسعين دقيقة وخلصت بكل اللي فيها لعيبة بتضرب في بعض في الملعب لعيبة ومدربين بيتخانقوا برا الملعب كل ده بيحصل في تسعين دقيقة وجمهور بيتدايق في تسعين دقيقة خلصت تسعين دقيقة ولا حاجة ولا حاجة لا هتلاقي بقى الجمهور بيسرخ ولا هتلاقي يقولك اللعب ده هيتعاقب إزاي ولا هتلاقي مدرب أسطو عمل أزمة ولا ده مصانتش العشرة ولا 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 الحاجات اللي احنا بعد تسعين دقيقة بنفضل عايشين فيها أيام وأسابيع وشهور وسنين خلصت تسعين دقيقة والحكاية خلصت